اشتركوا في القناة الله بركاته سنبدأ ان شاء الله لاخوة والاخوات اللي يسجلون عشان يكونوا جاهزين للتسجيل طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا وعلى آله وصحبه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين حيا الله لاخوة والاخوات المشرفين والمشرفات والضيوف الكرام والمتسابقات حياكم الله جميعا وبرك الله فيكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى اللي يسأل عن الدخول من الجوال ما أستطيع أني أجزم هل بالإمكان أو لا ما أستطيع أجزم لكن يبدو لي أيضا الدخول لا بد أن يكون عن طريق الجافة يعني الدخول العادي قد يكون غير ممكن القاعات لأنها هذا أول افتاح لها اليوم فأرحب أولا بالحضور جميعا ثم أتقدم بشكر الله عز وجل الذي أتاح لنا هذه الفرصة الجيدة والكبيرة أن نلتقي في قاعة واحدة كما أشكر فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني وهو في هذا اليوم يوم وقع الشهادة التي حصلت عليها المتسابقات شكرا الأخ الفاضل أبو البتول معروف عند الأخوات في مزنة أبو البتول فهو دينمو المحرك لهذا المشروع وهو الجندي المجهول بارك الله فيه وفي جهوده في هذا اليوم بارك الله فيكم جميعا وهو كلام صواب فكانت هذه الدورة وكانت هذه المسابقة مسابقة بعنوان استثمار العقول فأما سبب الدورة فهو كما أخطرتكم كثرة الأسئلة الواردة في هذا الجانب إنه كيف نثق في أنفسنا سواء كانت على الاسك أو كانت في الفيسبوك أو في التويتر أو في أماكن شتى الجميع يسأل كيف أثق ترجمة نانسي قنقر 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 فأعجبت الطالبة بهذا المقالة فقالت سأقدمها للمعلمة قلت إذن أعيدي صياغتها هي كانت مكتوبة بي دي اف أو وورد عادي يعني فأعيدي إخراجها وقدميها وضيليها باسمك وفعلا يعني عادت إخراجها وكان إخراجها جيد أشارتني عليها قالت بهذا الشكل عدلت وبدلت فيه حتى أصبحت في شكل جيد وكان إبداع حقيقة يعني كان مبدع فقدمتها للأستاذة جميلة والأستاذة جميلة تواصلت معي ثم أخبرتني عن أنشطتها مع كثير من الفتيات والبنات عندهم في المدرسة وفي المنطقة أنه يعني كثير عندهم وقت فراغ وكثير عندهم مواهب وقدرات فاستطاعت أنها تكون فريق عمل من البنات يقوم بأعمال مساعدة للمعلمات والمدربات والمؤلفات اللي تعمل عرض بوربوينت المعلمة اللي تعمل بروشور اللي تعمل غلاف كتاب وسيلة إضاحة إلى آخره فكان فيه تواصل يعني وكان فيه عمل دووب حتى إن إحدى البنات اتصلت عليه أو دخلت في العسك قالت أنا إحدى طالبات الأستاذة جميلة ودخلي شهريا من ثلاثة آلاف إلى أربع آلاف والآن ما أصبح تستطيع أني أغطي الطلبات فاقترحت عليها والآن أقترح على الجميع أنه ممكن هذا العمل الفردي اللي تعجز عنه هذا الفتاة تعمله أنه يتحول إلى عمل مؤسسي فيصبح أكثر من فتاة تعمل في هذا العمل يعني مثلا إحدى الفتيات مبدعة في الفوتوشوب والثانية مبدعة في البوربوينت والثالثة مبدعة في الخط والرابعة مبدعة في الكتابة وأخرى مبدعة في التسويق فهؤلاء جميعا يتعاونون ويكونون فريق عمل يكونون فريق عمل ويستطيعون أنهم ينتجون ويكون هناك وحدة أيضا عندها قدرة على الإدارة قدرة على التواصل على علاقات العامة وهكذا في كل العمل يعني أكثر إنتاجا وأكثر حطاءا والعلي إن شاء الله من هذا المنطلق من هذه الليلة سينطلق هذا المشروع وهو مشروع استثمار العقول هذا مشروع مختلف على المسابقة المسابقة كانت هي تهيئة المشروع فعندما طرحت الأستاذة جميلة هذه الفكرة فقالت أنت يعني عندك ما شاء الله بنات كثير وشباب في الأسك بالمئات يأتون فحبذا لو يكون هذا الطرح يعني يطرح لهم ويكون العمل عندهم فأنا رحبت بالفكرة قلت أنا علي أني أنا أقدم هذه الفكرة ولكن أنتي والمدربة نادية والأستاذة أماني يعني تتبنون إدارة هذه الفكرة والتواصل مع البنات فرحبوا بهذه الفكرة فكان يعني فريق عمل لهذا العمل لهذا المشروع ولهذا المسابقة المدربة نادية الضيفة هي من صنع العرض الذي تشاهدونه الشرائح هي بدأت فيه الأستاذة أماني هادي كانت هي التي تتابع أسئلة البنات في الأسك تجمع أسئلتهم حول بناء الثقة في النفس والأستاذ منصور أو الشيخ منصور جزاء الله خير يعني هو يتابع من بعد ويسأل ووفر طاعات ووفر الإمكانات لهذه الدورة ووفر التواصل مع المشايخ مثل الدكتور سليم الجدعاني وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني فأيضا لهم فريق عمل في كل البلاد العربية من كل جهة وعندهم مشاريع في مزنة الخير كبيرة جدا ويوجد موقع لمزنة الخير بهذا المسمى موقعه وفي جميع الأنشطة وجميع المناشط عندهم على التويتر وعندهم على الفيسبوك وعندهم على الواتس أب يعني مشاريع جيدة وأردنا أن يكون هذا المشروع يضاف إليه يعني لهذه الكوكبة من المشاريع ثم أيضا من الدوافع التي دفعتنا إلى هذا العمل إلى هذه الدورة وإلى هذا البرنامج هو إبداع بناتنا وفلذات أكبادنا فأنا شاهدت حقيقة هذه الطالبة التي قدمت الهدية الأستاذة جميلة ولعلها ممكن تذكر اسمها أنا نسيت اسمها يعني كان عمل جدا رائع وإخراجه جدا رائع وكان يعني تحمل عند الطالبة عجيب جدا يعني أرسلت لي عدة مرات وعطيت عليه عدة مناحظات حتى أخرجته بالصور النهائية وإن شاء الله نحن في آخر اللقاء سنقدم لكم أيضا هدية هذا البرنامج بالإضافة إلى أنه الطالبة أمجاد السادة جميلة الدوسة التي تكتب اسمها الطالبة أمجاد وهي ذيلت اسمها أنا طلبت أجبرتها أنها تكتب اسمها لأنها لم تكن كاتب اسمها في العمل فقلت لها أكتب اسمك هي كتبت اسمي هذه فكرة الدكتور علي وكتبت أيضا اسمي أستاذة مشاعر عيسى اللي هي صاحبة المقال وأنها تهديه لا ظن أستاذتها ظنها ذكرت اسمها فقلت يعني بقي اسمك أنت لابد من ذكره فذكرت وبارك الله فيها فأيضا يعني من الإبداعات اللي لقيتها خلال هذه المسابقة وقبل هذه المسابقة إحدى المتسابقات يعني قدمت عملا رائعا جدا ومخالفا لجميع المسابقات وهو بيكون إهداء لكم في هذه الأمسية يعني أنا أهدي لكم نيابة عنها فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد كان هذه يعني هي مقدمة وهي عن سبب إقامة هذه الدورة وهذه المسابقة في هذا اللقاء بمشيئة الله سنتحدث عن مجموعة من المعاني ومجموعة من المواضيع منها ماذا تعني الثقة بالنفس يعني عندما أقول أنا أثق في نفسي أو أنا ما أثق في نفسي ماذا تعني ما الفرق بينها وبين الخجل ما الفرق بينها وبين الحياة هل الخجل له علاقة بها هل الحياة له علاقة بها إلى آخره وسنتسأل أيضا الثقة بالنفس لماذا؟ لماذا نحن نحتاج الثقة بالنفس ثم سنتحدث عن علامة الواثق من نفسه ونسوي لكم اختبار يعني بسيط نتشاهد أنت يعني نسبة وثوقك من نفسك إلى أي درجة علامة الواثقة أو علامات الواثق من نفسه ثم سنتحدث عن متى تهتز هذه الثقة في النفس متى يصبح الإنسان يعني ما يثق في نفسه وأيضا نتساءل هل نحن قادرون على بناء الثقة في أنفسنا يعني الذي ثقته في نفسه كما يظنه أنها صفرا هل يستطيع أن يبني هذه الثقة في النفس ثم نطرح يعني كيفية بناء الثقة في النفس وبعد ما ننتهي من هذا اللقاء وهذه الدورة وهذه المواضيع سأعرض لكم الأسماء التي أتت وشاركت في مسابقة ورشحت للتصويت وسنعرض لكم الجوائز والترتيب تبع بناتنا حفظهم الله وكذلك سيعلن لكم من كانت هي الفائزة الأولى وما هي الهدايا التي تقدم لكم في هذا اللقاء فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وإنه على ذلك القدير لعل بداية من المؤسف المدربة نادية غير موجودة لأنها هي في صنعها وانفصل الكهرب عندهم كانت إلى آخر لحظة حتى كانت افترض أنها تنزل الشرايح هذه لكن تأخرت في تنزيلها انفصل الكهرب فوجئت لما أتيت لنعمها نازلة فأخذت وقت في انزالها طبعا أعرفكم بنفسي علي بالعيسة الزهراني تخصص في التدريب وتنمية الموارد البشرية عملت في التعليم 31 عاما في التعليم العام معلم المادة الرياضيات والحاسب الآلي مدرب معتمد من الأكاديمية البريطانية لتطوير الموارد البشرية وكذلك مدرب ومستشار في مقياس هيرمان وفي صانع القرار الآلي وكذلك عضو في عدد من مجالس الجمعيات الإدارية الخيرية ورئيس العدد من الجان تدرب على يدي بفضل أكثر من 10 ألاف معلم ومعلمة وطالب وطالبه مسؤول ومدير ووزير وسفير وأنواع عدة من شرائح المجتمع قائد مؤسسي معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مستشار في البورد العربي اللي التدريب والاستشارات الآن يعني يأتي الدور التعريف بالمجموعة ولعلنا يعني ننظر النسبة الموجودة عندنا يعني نحن يهمنا الآن فقط اللي هو الجنس وأيضا العمر والدولة ومن أتام من طريق الأسك بالنسبة للموجودين أمامنا الآن فلعل نحن نسوي أول إحصائية نسأل عن الجنس سيطرح لكم الآن السؤال عن الجنس وأنتم تكتبون هل هو ذكر أو أنثى وننظر يعني العدد كم هو فهذا أول سؤال الآن نطرح عليكم السؤال نريد منكم إجابة نعم ما شاء الله تبارك الله أيها 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 طيب ما شاء الله تبارك الله العدد الآن لازل لازل فيه الناس ما صوتوا في عندك في اليمين اللي ما يشاهد موجود في اليمين ذكر أنثى تضع علامة على إحداهم ثم فيها أيقونة للاختيار يتم الضغط عليها طيب جميل الآن تقريبا يعني أكتمل العدد كانت هذه هذه النتيجة اللي أمامكم الآن النتيجة كما تظهر أمامكم الآن النسبة 86% إناث و14% ذكور وطبعا هو البرنامج للإناث وأيضا الدعوة عامة للذكور والإناث والآباء والأمهات يعني الدعوة كانت عامة ليست محصورة فهذا أول استفسار الاستفسار الثاني سنسأل عن العمر العمر وحيكون يعني عدة فئات العمر أقل من 18 والعمر يكون أكبر من 18 أو 18 بالضبط حتى من 19 إلى 25 وأيضا أكبر من 25 الآن يبدأ التصويت يبدأ التصويت ما شاء الله تبارك الله يعني في ناس يعني سريعين في الاستجابة نعم أيوة ننتظر العدد يكتمل فقط البعض طيب ما شاء الله تبارك الله يعني أمر عجيب اللي ملاحظ أنه النسب متشابهة يعني كلهم 33 33 33 في المية العدد متساوي اللي أقل من 18 اللي بين 19 و25 اللي أكثر من 25 فشي جميل طيب السؤال الثالث وهو الدولة سنركز الآن على يعني بعض الدول وليس كلها يعني نقول طبعا نحن نتكلم عن الدولة اللي أنت فيها لا نسأل عن الجنسية الدولة فقط اللي أنت مقيم فيها الآن فنبدأ الدولة السعودية ثم بقية الجزيرة بقية جزيرة العرب وبعدها الشام والعراق والمقصود بالشام والعراق اللي هو فلسطين ولبنان والأردن وكلها هذه داخلة في الشام وأيضا الشمال إفريقيا اللي هو الدول العربية اللي في شمال إفريقيا أو نخليها إفريقيا عموما إفريقيا عموما ثم غيرها من الدول يعني أوروبا أمريكا أستراليا يعني الآن بدأ التصويت إفريقيا منتظر طيب ما شاء الله تقريبا أنه يعني أو شكل ينتهي العدد عندي يظهر الآن طيب جميل طيب تقريبا انتهى هذا هو النتيجة النتيجة كانت طبعا كما تشاهدون السعودية أكثر ثم بقيت جزيرة العرب كان من الشام والعراق نسبة قليلة جدا وافريقيا وغيرها من الدول يعني غير الدول العربية وغير الدول الإسلامية زي أوروبا أمريكا أظن نسبة 5% طيب جميل السؤال الأخير هو يعني من القادم من الآسك يعني عرف هذا البرنامج من خلال الآسك أو غير الآسك هل أنت قدمت من الآسك الإجابة نعم أو لا التصويت الآن العدد تقريبا في تغطية العدد لازال باقي فيه نهي وأوشك العدد إنه يكتمل طيب طيب جميل كذا نكون تهينا تقريبا النسبة كما تلاحظونها يعني نسبة 77% و23% يعني الغالبية قادمين من الآسك وهذا شيء جميل جدا نسأل الله التوفيد لنا ولكم إن شاء الله طيب انتهينا من التعارف بكم ومعرفة يعني أنتم من أين ونكمل لقاءنا حول الدورة وحول البرنامج الحديث كان هو عن الثقة بالنفس وحول عدة عناصر وكان من بين هذه العناصر لماذا الثقة في النفس فسؤالنا لماذا الثقة في النفس يعني لماذا نحن نطالب بالثقة في النفس لماذا الذي يشكو يشكو ويقول أنا لا أجد ثقة في نفسي لماذا يعني الناس تطالب بأن يكون لديها ثقة لماذا نحن نطالب بناتنا أن يثقون في أنفسهم لماذا لا شكو لا شك أنه الثقة في النفس هي مفتاح النجاح مفتاح النجاح في كل مجال من مجال حياتك مفتاح نجاحك مع عائلتك مفتاح نجاحك في حياتك العملية الوظيفية أو الدراسية أي أن كانت مفتاح نجاحك في الحياة الاجتماعية علاقتك بالناس بالآخرين يعني كل هذا يعني يعطيك نجاح متكامل الإنسان الذي ناجح في جزء من هذا وفاشل في الجانب الآخر فلا يعتبر ناجح لكن هناك لابد أن يكون نجاح متزن في كل هذه الجوانب في العائلة في العملية في الاجتماعية العائلة أسرتك والعملية وظيفتك ودراستك متجرك تجارتك إلى آخره والاجتماعية علاقتك بالآخرين فنجاحك في جميع هذه هو النجاح المتزن تميزك في وحدها عن الأخرى لا يعد خللا تميزك في إحدها عن الأخرى لا يعد خللا فالمطلوب أني أنا أكون يعني متزن في جميع هذه الجوانب جانب العائلة جانب الحياة العملية جانب الحياة الاجتماعية فالثقة في النفس تجعلني ناجحا في هذه الجوانب ونجاحي في هذا الجوانب يجعلني فعلا ناجح ماذا نعني بالثقة في النفس يعني إذا قلنا الثقة في النفس ماذا نعني بها إيش يعني الثقة يقول خلاف خلاف هذا فهو يخالف سنة الله الذي يقول غير هذا فهو يعترض على قدرة الله وعلى سنته الله عز وجل جعل نفس الإنسان النفس البشرية تواقه تتوق إلى ما هو أفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول أني لي نفس تواقه فكنت أتمنى الإمارة يعني يبغى إمارة على ممتقة فكان أميرا على المدينة المنورة قال فعندما حصلت عليها تاقة نفسي إلى الخلافة يعني ودي أسير خليفة وفعلا حصل على الخلافة وكانت أفضل خلافة إسلامية مرت على الأمة بعد الخلفاء الراشدين وكان دولته تشمل الدول الإسلامية الحالية كلها العربية والإسلامية من المغرب غربا وأجزاء من أوروبا الأندلس وما جاورها سبانيا وكذلك أوساط آسيا إلى الهند إلى باكستان إلى المناطق هذه فهذا الرجل يقول لنفس تواقة تاقة إلى الخلافة فنلت الخلافة وكلامه هذا وهو خليفة ويقول والآن أنا أيضا نفسي تواقة فهي تتوق إلى الجنة وإن شاء الله أحصل عليها والله قبضه شهيدا بعد عامين من الخلافة يعني انتشر فيها العدل وانتشر فيها المال وانتشر فيها الرخاء وانتشر فيها العمل الجيد بين الناس الناس كانوا قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتساءلون كم لديك عبيد كم لديك إما كم لديك خيول كم لديك مزارع ثم في عهد عمر بن عبد العزيز أصبحوا يتساءلون كم أعتقت كم تصدقت كم أوقفت إلى آخره فكانه له أثر على الأمة لأنه كان زاهد فزاهدت الأمة فالإنسان لديه نفس تواقة هذه النفس التواقة التي تتوق إلى الأشياء العالية هي قادرة الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الناس تأخذ هذا النص القرآني ما أخذ غير صحيح فهي تقول إن الله لا يكلف نفس إلا وسعها معنات أني أنا إذا أبغى أشتغل وإذا ما أبغى أشتغل لأني مقدر لا الله يعلم إذا كانت تستطيع أو ما تستطيع عندما الله عز وجل يكلفك ب أن تصوم شهرين متتابعين فهو يعلم إذا أنت تستطيع أو تستطيع وهو ما كلفك إلا أنك تستطيع عندما يكلفك أنك تستيقظ مبكرا من أجل صلاة الفجر فهو يعلم أنك تستطيع هو ما كلفك بهذا إلا يعلم أنك تستطيع عندما يأمرك أن تصوم شهر كامل فهو يعلم أنك تستطيع والذين أهلهم حالة خاصة لا يستطيعون فهو لا وضعهم خاص الله يعلم يعني لا تستطيع أنك أنت تخدع الله تقول أنه لا أستطيع فنفس الإنسان تواقة إلى القمة إلى الطموح إلى النجاح وأيضا هي قادرة وهي طموحة كل ما وصلت إلى قمة تطمع في القمة الأعلى كل ما وصلت إلى قمة تطمع في القمة الأعلى ثم أيضا هي تمتلك قدرات خارقة لديها قدرات خارقة إذا كانه أعمى عنده قدرات خارقة إذا كانه أبكم عنده قدرات خارقة إذا كانه أصم أيضا عنده إذا كانه مشلول الأطراف مشلول القدمين مشلول اليدين مشلول الأربعة الأطراف جميعا فهو لديه قدرة خارقة يعني لا يزال لديه شيء يستطيع أن يصنع فيه شيء نحن الإنسان لو يقطع عنده أسبع قال أنا معاق وأصبح يشحد ما يعمل بينما نشاهد أحيانا في بعض مقاطع للكفار يعني أنا شاهدت واحد لا يوجد لديه يدين تماما لا يوجد يدين من الكتف لا يوجد يدين وأيضا بالنسبة للأقدام لا يوجد أقدام إلا ككف اليد فقط قدمين ككف اليد ومع هذا يقيم دورات ويقيم حاضرات ويحفز الناس فالإنسان يستطيع أن يصنع شيء من هو المعاق؟ من هو المعاق؟ المعاق ليس الذي قطعت يده وليس الذي شلت قدمه وليس الذي أعمي بصره أو صمت أذانه المعاق هو معاق العقل معاق القلب اللي هو محبط لا يريد أن يعمل بينما القادر يستطيع أن يعمل حتى لو فقد كثير من حواسه حتى لو فقد كثير من قدراته فهو لا زال يستطيع أن يصنع شيء الله عز وجل أعطاه قدرات ليست عند أحد فالثقة في النفس أني أنا أعلم أن نفسي ثواقة كما خلقها الله عز وجل وإنها قادرة وإنها طموحة وإن الله أعطاني قدرات أني أستطيع أصنع هذا الشيء أني أكون يعني شيء أني كلي ثقل فكل هذه تعطي للإنسان حافظ أنه يستطيع أن يعمل شيء الآن على أساس أن نجرب أعطيكم اختبار مكون من 11 سؤالا 11 سؤال وتحضرون ورقة وقلم وبس تكتب رقم السؤال وتكتب الدرجة من 10 يعني الأسئلة من 1 إلى 11 11 سؤال رقم الورقة عندك 1 2 3 2 11 وتضع درجة أمام السؤال السؤال علي 10 درجات أنت ضع كم تستحق من 10 هل تستحق 1 2 3 10 تضع أمام كل السؤال كم تستحق من 10 وبعدها نشوف يعني كم نسبتك أنت في هذه الثقة كم هي ولا نريد يعني ما نريد أماني ما نريد أحلام ما نريد طموح نريد حقيقة واقعك أنت واقعك اللي أنت عايش فيه وممكن هذا يعني فيه بعض الأخوات والإخوة يسجلون هذا اللقاء بالفيديو فتظهر الشاشة كاملة بالصوت والصورة فممكن حصول عليه إن شاء الله مستقبلا فممكن تعيد هذا الاختبار لك مرة ثانية تشوف بعد شهر بعد سنة يعني كيف أصبح واقعك فأنت اعمل الإجابة أنها تكون يعني صحيحة طيب اللي جهز ورقة وقلم يكتب لنا عدة واحدات اللي جهز ورقة وقلم يكتب لنا أكثر من واحد طيب ما شاء الله ريوم طموح أسماء شوق طيب طيب جميل جميل رائع إذن تقريبا الجميع شبه جاهز أو جاهز نأتي للسؤال الأول السؤال الأول ما في كتابة كتابة ما فيه بس هو درجة تضع الدرجة السؤال سيعرض ويضع الدرجة الشخص فقط نأتي للسؤال الأول وهو من صفات أو علامات الواثق أنه مبادر أنه مبادر إيش يعني مبادر يعني إذا دعي إلى خير يقدم إذا طلم منه الطلب في خير ما فيه شر يقدم فلاهو نعم اللا عنده نعم بعض الناس تقول له ممكن تعطيني كذا قال لا ممكن تساعدني قال لا ممكن تروح معي قال لا ممكن تصنع كذا قال لا كل شيء سلام عليكم قال لا لأنه تعود يقول لا والبعض لا ما عنده لا باستمرار يقول نعم أول ما يقول كلمة نعم قبل ما حتى يفكر يقول نعم ويقدم فالمبادر هو الذي إذا دعي إلى خير وليس إلى شر إلى خير حتى سواء يستطيع أو ما يستطيع يحاول فهو لا يقول لا بل يقول نعم أنت كم تأخذ درجة من عشرة أمام كلمة المبادر هذا السؤال الأول أمام كلمة المبادر الآن نادية دخلت جيد يعني أمام كلمة المبادر هذه كم تأخذ يعني كم هي المبادرة عندك عشرة من عشرة أو صفر من عشرة أو بينهما اختار فلا أحد يكتب على الشاشة وإنما نعم نادية رائعة دخلت الآن فإنما يعني سجلوا الدرجة أمامكم في الورقة هذه سنجمحها إن شاء الله طيب السؤال الثاني السؤال الثاني أنه ما يتردد الواثق من نفسه لا يتردد عند اتخاذ القرار يتخذ القرار ما يتردد بس شرطا أن المعلومات تكون متوفرة يعني ما يتخذ قرار على جهل يتخذ قرار على علم يعني لديه المعلومات المتوفرة مدربة نادية وصلت مرحبا مدربة نادية فلديه لديه معلومات كافية لديه بيانات كافية مطلوب من يتخذ القرار فيتخذ القرار حالا يتخذ القرار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم درجتك أنت في هذا الجانب أنك ما تتردد يعني إذا المعلومات عندك كافية واضحة أمورك واضحة كل شيء واضح ما تتردد في أنك أنت تأخذ يعني قرار تقول نعم لا فأكتب درجتك السؤال الثالث اجتماعي اجتماعي يعني علاقته بالآخرين أنه اجتماعي يحبهم يثق فيهم يحسن الظن فيهم يقدم لهم الخير يسعى لإرضائهم ينصحهم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يتواصل مع الناس سليم الصدر لا ينظر إلى عيوب الناس بقدر ما ينظر إلى محاسنهم لو أحد أساء إليه يقول لعل له قصد آخر لعله أراد أن يحسن وهكذا فالإنسان اللي بهذا النفسية حول الآخرين سيكون أكثر نجاحا وأكثر ثقة في نفسه لكن إذا شاف ثنين جالسين يهرجون مع بعض قالي ويغتابوني إذا شاف واحد يحق راسه قالي ويفكر كيف ينتقم مني فأصبح أنه يفسر كل شيء سيء هذا لن يكون اجتماعي أبدا أما إذا كان هو يحسن الظن في الآخرين يحبهم يقدم لهم الخير يسعى من أجلهم إلى خير فهذا يكون إنسان اجتماعي ويكون واثق من نفسه الواثق من نفسه يكون اجتماعي فهو يكون مبادر لا يتردد اجتماعي هذه ثلاثة أسئلة كل سؤال كم درجة حصلت عليه سجلها عندك ونجمحها في الأخير السؤال الرابع لا يهاب الفشل لا يهاب الفشل يعني لا يتردد أو يحجم أو يمتنع من عمل شيء خوفا من الفشل لا يهاب الفشل فعنده الفشل يعتبر نجاح الفشل عنده يعتبر نجاح كل ما فشل مرة فرح أنه والله عرفت الطريق ما يوصل إلى النجاح إذا نسلك طريق آخر وكل مرة يفشل قال هذه محاولة لا تصلح لا نعيدها مرة أخرى لأن إعادتك نفس المحاولة يؤدي بك إلى نفس النتيجة فإذا أنت أعدت نفس المحاولة وصلت إلى نفس النتيجة فالأفضل أنك تغير المحاولة تنتقل إلى محاولة أخرى وكما يروى عن أديسون مخترع المصباح أنه حاول بألاف المرات على عدد وصل عندي يمكن ثلاثة ألاف ألف ثلاثة ألاف ألفين اختلفت الأقوال وفي كل مرة يفشل لكنه استمر وواصل وصبر وصابر حتى وصل إلى هذه النتيجة التي ننعم بها الآن فعدم الخوف من الفشل يجعل الإنسان يثق في نفسه فالواثق من نفسه لا يهاب الفشل بل يعتبر الفشل هذا مرحلة من مراحل النجاح أيضا السؤال الآخر من علامات الواثق أنه يحاول أنه يحاول فإذا أحد قال تعرف ما يقول ما أعرف تقدر ما يقول ما أقدر تستطيع ما يقول ما أستطيع يقول أحاول يقول أحاول أشوف أجرب فهو يحاول الواثق من نفسه يحاول فشوف أنت يعني كم نسبة محاولتك هل تصل إلى عشرة أو واحد درجة من عشرة اختر درجة من عشرة أيضا من علاماته وصفاته أنه متفائل الناس تسب الظلام وهو يوقي تشمع يعني لو تخيلنا إحنا كنا في قصر أفراح والناس فيه بالمئات حاضرين فجأة انطف الكهرب وأصبحنا في ظلام دامس المتشائم غير المتفائل يسب ويغضب ويتهجم يقول الحكومة الشرطة شركة الكهرب صاحب القصر المهم هذا هذا دوره هو أنه ينتقد ويشتم لكن المتفائل يوقي تشمعه فلو مثلا حصل وأغلق عليك النور يعني انطفى النور في قصر أفراح أنت في قصر أفراح وانطفى الكهرب ماذا تصنع؟ انطفى الكهرب وانت في قصر أفراح وأصبح ظلام دامس ماذا تصنع؟ هل تسب الظلام؟ هل تسب الحكومة؟ هل تسب صاحب القصر؟ أيوة أميرة الصالح تقول أفتح جوالي رائع وزوزو تقول أخرج أهرب دور الجوال يعني تخيل مثلا لو أنت بس مجرد أنك فتحت الجوال أضاء الجوال كل واحد فتح جواله وأصبح خلاص إضاءة ما أصبح تبدد الظلام ذهب الظلام فإنت بدل ما تسب الظلام أوقد شمع إذا أنت وقد شمع الناس كلهم قلدوك وأوقدوا شمع مثلك فأصبح يعني إضاءة كافية إذا كان في الحفل في أكثر من مئة شخص مئة شخص وكل واحد ولع جواله أصبح كل واحد يشاهد ما حوله والناس يشاهد الآخرين أيضا فالمتفائل أو الواثق من نفسه يكون متفائل فأنت يعني شوف كم نسبة سبب الظلام عندك وشوف كم نسبة إيقادك لشمعة من علامات الواثق أيضا أنه يحب الاستطلاع يحب الاستطلاع إذا شاف كتاب جديد يقرأه إذا شاف جهاز جديد يسأل عنه إذا شاف أمر مختلف عن العادة يسأل أيضا يعشق أنه يعرف كيف تعمل الأشياء شاف جهاز يعمل ما يكتفي بأن الجهاز يعمل يسأل عن الفكرة يبحث عن فكرة هذا الجهاز كيف يعمل كيف يعني ما هو شيء مستحيل ولا جن ما يقول جن أنه هو جن اللي تعمل في الجهاز لا يسأل ما هو المبدأ الفيزيائي اللي تعمل عليه هذه الأشياء ومن أراد أن يكون مبدعا مخترعا مكتشفا لا بد أنه يستوعب المبادئ الفيزيائية المبادئ الفيزيائية القوانين الفيزيائية اللي الله وضعها في الطبيعة التي وضعها الله في الطبيعة يتعلمها يعرفها يقرأها وإذا كانوا أطفال فنحن نقدم لهم هذه المعلومات الآن لو بس تدخل في النت وتكتب كيف تعمل أشياء تدخل في النت وتكتب كيف تعمل أشياء تأتيك برامج وتأتيك أشياء كثيرة سواء كانت فلاشات أو صور أو فيديوهات يعلمك كيف تعمل أشياء كيف هي فكرتها فالإنسان الواثق من نفسه والذي يعني هو من الطموح والنجاح بمكان عنده قدرة وعنده حب للاستطلاع أنه يستطلع ويعرف كيف تعمل أشياء وأنه يعرف يعني الأفكار وكيف الناس يوصلوا لفكرة أيضا هو عميق التفكير الواثق من نفسه عميق التفكير ينظر إلى المدى البعيد يقرأ ما بين الأسطر يشوف الأشياء وعنده حلول كثيرة ينظر للشيء من جوانب عدة نظره غير محدود نظره بعيد بعيد المدى عميق يرى أشياء من جوانب مختلفة يشاهد الشيء غير ما يشاهد الآخرين فهذا الإنسان واثق من نفسه يتميز بهذه الميزة أنه عميق التفكير عميق النظرة بعيد النظرة ينظر للمستقبل بعيد قيم نفسك أنت كم تأخذ على هذا الواثق من نفسه لا يتسرع لا يوجد فيه عجلة يعني إذا سمع السؤال لا يسمع نص السؤال ويجاوب إذا دعي أو طلم منه تنفيذ أمر لا يعطيك ظهره ويولي مسرعا عشان ينفذ طيب اسمع اسمع الموضوعك تمام وتأكد أنك أنت سمعت استوعب السؤال وتأكد أنك استوعبت افهم القضية افهم المشكلة وتأكد أنك أنت استوعبتها وحللتها إذن هو لا يتسرع عند اتخاذ القرار ونقص المعلومات إذا المعلومات ناقصة لا يخطو خطوة إذا المعلومات ناقصة لا يخطو خطوة وإنما يستفسر ويسعل ويبحث مثلا كيف نعرف من أبناءنا اللي من هذا النوع إذا طلبت مثلا واحد من الأبناء قلت رح حضر لنا عشاء أو جيب لنا فطور فإذا أعطاك ظهر وراح فعنده خلل عنده عجلة هذا يصلح طوال يسعف لكن الصواب أنه يسعل يقول يعني لمن في ضيوف أو إحنا كالمعتاد كم عدد الضيوف يسعل هل شيء عادي أو في شيء خاص وهكذا فهو لا يتسرع يخطو خطواته بناء على معلوماته بناء على ثقة باتخاذ القرار ثابت الجأش ما يخاف ما تخيف التحديات ما تثبت العوايق إذا حصل تحديات في الطريق فيفرح لأنه بدون تحديات الكل يصل بدون تحديات الكل يصل لكن إذا كان فيه تحديات فهو يفرح لأنه لا يصل إلا العباقرة الجيدين المتميزين المتفوقين هؤلاء الذين يصلون لا تثبت العوايق إذا حصل الطريق مسدود يبحث عن طريق آخر إذا حصل عدو في الطريق يبحث عن طريق آخر وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث نبيا للأمة كل العوايق محيطبه أهله أبناء عشيرته أقاربه عمه أقرب الناس إليه وقفوا أمامه بالمرصات ومع هذا ما توقف أبدا 13 سنة وهو في مكة وهو يقاومهم 13 سنة وهو في مكة وهو يقاومهم حتى أنهم استخدموا جميع الوسائل والسبل لإيقافه آذوا من يدخل معه عذبوهم أرهقوهم سجنوهم ومع هذا هو يواصل ويصابر يعرض نفسه على الحجاج إذا جاء الحجاج من كل قبيلة يقول أنا نبي بس خذوني عندكم في ديرتكم في منطقتكم احموني حتى أنشر هذا الدين لا أريد منكم شيء آخر خرج من مكة كما جئوا للطايف عرض نفسه على أهل الطايف وإني أنا أبغى أنتقل عندكم ولكن للمؤسف أنهم آذوا ورموا بالحجارة وسخروا منه فهو بقدر ما يقاوم وبقدر ما يجد عوايق هو مصر حتى أن قريشا اجتمعت عند أبي طالب الذي هو كفيله وكان هو الذي يصرف عليه فقالوا ابن أخيك أزعجنا وآذانا في آلهتنا وفرقنا وفرق جمعنا ونفر الناس مننا إلى آخر فنريد يعني أنه تكف شر عننا فحتى أنهم إلى درجة أنهم عرضوا عليه قالوا أنت ماذا تريد يعني أنت جالس تصنع هذا إذا تبغى ملك من لك نعك نحطك ملك إذا تبغى مال أعطيناك حتى تسير أغنانا إذا تريد إذا تريد إذا تريد زوجة أزوج لك أي شيء تريد ونعطيك بس أتركنا من هذا الأمر فأبو طالب أعجبه هذا الشيء فقال أعرض عليه قال أنا لا أستطيع أن يقول شيء أعرض عليه فلما أعرض عليه فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته هذه التحديات ما تقول له ما تثبطه أبدا عمه عندما رأى صموده ورأى صبره عرض أن هذا حق وأنه لن يتراجع عنه عندها قال لا انطلق عندها قال له انطلق ولا أحد يعتدي عليك وطرد قريش فصاحب الثبات صاحب الثبات لا شك أنه في هذه اللحظة أنه يقف أمام التحديات يقف أمام العوايق يقف أمام العقبات ولا يبالي فيها بل يواصل ويصبر ويصابر ونوح عليه السلام يعني في بعض الأسئلة تأتيني في الآسك من الشباب ومن الفتيات أنه والله أنا في المدرسة أدعو وأنصح لكن قلت لهم هذا حرام قلت لهم كذا في الآسك قلت لهم غيروا الصور فكلمتهم كذا ما يسمعون طيب يعني كم مرة قال يمكن مرتين ثلاث أربع طيب نوح عليه السلام أنا أقول لهم في الإجابة اذهب اقرأ سورة نوح نوح عليه السلام مكث في قومه تسعمية وخمسين سنة ألف سنة إلا خمسين عام وهو يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا وبكل الوسائل وهو يدعوهم ومع هذا مستمر والنتيجة ما هي النتيجة أنه ما آمن معه إلا حملة سفينة وأيضا حملة السفينة ليست كاملة بل أكثرها بهايم حيوانات لأن الله أمروا أن يأخذ من كل زوجين اثنين من البهايم والحيوانات والطيور حتى لا يبادى النسل لأنه سيأتيهم طوفان سيغطي المنطقة كلها فلا يبقى أحياء بعد هذه السفينة فكانوا قومه يمرون يعني تخيلوا أنه مكث فيهم تسعمية وخمسين عام وهو يدعوهم وهم يسخرون منه فعندما يأس منهم دعا عليهم دعا الله عليهم فالله عز وجل لم يبيدهم في الحال وإنما قال اصنع الفلك اصنع فلك اعمل سفينة فبدأ يجمع الخشب ويجمع المسامير ويصنع سفينة والملائكة تساعدوا تعينوا وقومه يمرون ماذا تصنع يا نوح قال أنا أصنع سفينة سفينة ليش قال عشان أركب فيها وانتم تغرقون تموتون فيضحكون عليه قالوا تعالوا شوفوا هذا المجنون ماذا يقول طيب هل السفينة هذه تذهبها إلى البحر أم تأتي بالبحر إلى عندك فهو يقول كما أنتم تسخرون مننا نحن نسخر منكم أيضا وسترون يعني النتيجة كيف فعندما أتى الطوفان أصبحت السماء تمطر والأرض تنبع حتى أصبح كل شي غريق وليبقى إلا السفينة هي التي نجت بمن فيها فيعني الإنسان يصبر يوم يومين ثلاثة يصبر على السخرية مرة مرتين ثلاث أربع لكنه ثابت الجائش ما تخيف التحديات ما تثبت العوايق وكل ما جاء عايق يفرح بو قال الفرج بعده إن شاء الله كل ما يأتي عايق يفرح بو يقول الفرج بعده ربما هذا العايق من أبوك من أخوك من زوجتك من أختك من أمك من قريب لك من صديق من معلمك ربما يكون العايق من أقرب الناس لك ربما يكون العايق منك أنت نفسك صحتك عافيتك إلى آخره لكن يحتاج الإنسان أن يستعين بالله ويقدم فضع لك درجة أمام هذا هذه العلامة من علامات الواثق في نفسه أيضا من علامات الواثق من نفسه أنه ناجح كيف يكون ناجح كما ذكرنا سابقا أنه يكون ناجح في جميع أموره يعني الإنسان المتميز في الدراسة اللي يأخذ الأول في الدراسة لكنه فاشل مع أمه فهو فاشل ليس ناجح الإنسان الناجح في عمله لكنه فاشل في صلاته فهو فاشل الإنسان الناجح في تجارته بالملايين لكنه فاشل مع ربه فهو فاشل الإنسان الناجح مع أسرته وهو فاشل مع جيرانه فهو فاشل والإنسان الناجح في جانب وفاشل في جانب آخر فهو ليس ناجح النجاح نسبي فقط لكن الإنسان الناجح فعلا هو المتزم هو الإنسان المتزم في النجاح فالإنسان المتزم في النجاح ناجح في جميع الأمور بنسبة مختلفة بحسب قدرته الله أعطاه في التجارة لكن ما أعطاه في العلاقات لكن مطلوب عنده علاقات إلى درجة معينة منها لا يقبل اعطاه الله قدرة في العلاقات الاجتماعية وا 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 لكن ما اعطاه الله قدرة في جمع المال والاكتفاء الذاتي مثلا او البحبوحة على نفسه من المال يعني هذه قدرته لكنه لابد ان يصل في كل جانب الى الشيء اللي هو يقدر عليه هو مطالب بما يستطيع فاذا عمل ما يستطيع ليس مطالب بعد هذا بشيء اخر ضع لك يعني درجة على هذا الجانب وهو النجاح والان انتهت 11 سؤال وناخذ فترة راحة حتى يتم جمع الدرجات ثم ننظر يعني كم اصحاب هذه الدرجات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خير ونسأل الله يعطيكم من الدعوات كما دعوتهم واضعاف مضاعفة نريد الآن جمع الدرجات حتى نعرف يعني كم هي درجاتكم حتى نشوف نصنفها من هو اقل من اربعين اللي بين اربعين وستين اللي بين ستين وثمانين فعد نعطيكم فرصة للجمع اشتركوا في القناة طيب العمل ان شاء الله الآن يعني الجميع انتهى فنطرح لكم الآن الاستبيان وانتم تضعون يعني تختار طبعا ما حد يعرف من انته يعني لا حد يعرف انته من ولكن اختار ما هي الدرجة التي حصلت عليها. طيب العداد الآن في ازدياد ممكن لازل البعض يجمع العداد عندي ما اكتملت اني شوف مجموعة درجتك وشوف انت من اي صنف هل انت اقل من اربعين او اربعين حتى اقل من ستين او ستين فاكثر الى اقل من ثمانين او ثمانين الى اقل من خمسة وتسعين او من خمسة وتسعين فما فوق طيب الآن العدد تقريبا يعني لازل باقي اشخاص يبدو في ناس يعني ما يستطيعون يجمعون طيب لازل البعض انا اتابع الآن الذين يكتبون طيب نتوقف عند هذا وننظر النتيجة كانت هذه النتيجة يعني ما شاء الله تبارك الله اللي درجة الثقة عندهم مرتفعة خمسة وتسعين فاكثر بنسبة ثمانية ثلاثين في المية اللي كانت يعني لا باس بها جيدة جدا يعني من خمسة وتسعين الى ثمانين كان نسبة اربعة وشين في المية واللي وسط يعني غالبية ثلث الثلث واللي اقل من اربعين خمسة في المية يبدوه شخص واحد فكانت هذه النتيجة نتيجة الثقة في النفس بناء على الاختبار الذي اجري الآن فنحتاج الآن نعيد النظر في الاسئلة سواء من خلال عرض الفيديو فيما بعد او التسجيل او الحصول على الشرايح نعيد النظر في الاسئلة واس على نفسي يعني لماذا ما كنت اكثر من خمسة وتسعين ايش السبب فاشوف فين اللي انا اخدت فيها درجة اقل هذه اللي انا اخدت درجة اقل احاول ان اصحح وضعي فيها حتى يكون افضل طيب بهذا يكون يعني الاختبار تبع علامات الواثق من نفسه انتهت نحن الآن بصدد نتساءل متى تهتز الثقة في النفس يعني متى انا فقد ثقتي في نفسي متى اصير ماني واثق من نفسي متى هناك علامات يعني تجعل واحد انه يعرف اذا كان هو واثق من نفسه او لا يعني مثلا من ضمن الاسئلة اللي جمعتها اختكم اماني هادي من خلال الاسئلة اللي جتني في الاسك هذا السؤال احدى البنات تقول انه عن جد انا تعبت من عدم الثقة لما اشوف الناس تمارس حياتهم الشخصية بكل الثقة انا ما اقدر اكون مثلهم انقهر كثير واستولي الحزن علي يا شيخ لماذا انا اخاف من بعض اشياء عادية لماذا انا لا اقدر اسوي اشياء عادية حتى ما الحل رجاء ان ساعدني توكلت على الله ثم عليك طبعا هذه اجبت عليها وكثير اسئلة يعني فيه ممكن اخت اماني عرضت كثير من اسئلة واجبت عليها فهي بس هذه بعضها هذا السائل اخر او شاب يقول عملي 22 سنة ومشكلتي اني استحي مرة يعني مقدر اضع صورتي في هذا الموقع اللي هو العاسك او مثلا فيسبوك او التويتر او اي موقع لاني اخاف واستحي مدري ايش الحل احس ثقتي معدومة في نفسي فيتساءل يقول يعني ايش المشكلة كيف يعني 22 سنة يعني ليس سهل اسامة ابن زيد رضي الله عنه لما قاد جيش الى تبوك في عشرة الاف مقاتل ومن بين الجند ابو بكر وعمر كان عمره 17 فهذا يقول انا عمري 22 سنة وانا استحي يعني سائل اخر او سائلة يقول يا شيخ انا بسرعة اتحطم من كلام الناس حتى لو وحده شافتني باستحقاري يعني بس نظرة نظرة كذا استحقار تقول انا استحقر نفسي يعني ما يكفي انهم يستحقروني كمان انا استحقر نفسي وقولهم صادقين اني انا حقيقة بس طبعا ما ابيين للناس وهذه خصلة طيبة جيدة ان الناس ما يدرون لانه ما يدري الا انت فقط هذه النظرة انت اللي تشوفها قد الناس ما ينظرون هذه النظرة ومع العلم انها تتحطم وكل يحطم من جهة خلاص انا ما علي يهمني شيء يعني صارت يائسة فتقول يعني ماذا اصنع سائل اخر او سائلة انا اخاف من موجهة الجمهور ومستحين اصعد على المسرح او القي امام الناس وخسرت اشياء كثيرة بسبب هذا الخوف نصيحتك ماذا افعل طبعا لكل هذه كان في اجابات بعضها تفصيلية بعضها كانت اجابة موجزة لكن في خطوات عملية يصنعها الانسان ويتجاوز هذه المشكلات في خطوات عملية يستطيع ان يصنعها هذا سائل يقول انا اعاني من الخجل الشديد ما احب عندي تطبيق في مدرسة ولا اقدر اشرح يعني ما هو تو خريج جامعة ويبغى يروح في مدرسة يدرس يعني تدريب يقول ما اقدر اشرح قلبه يرجف عيوني تجي فيها دموع الكلام يضيع لسانه يجف ركبه تضطرب فما هو الحل ما هو الحل وفيه اشخاص يعني جاءون يعني فتاة جيت بهذا الشكل وشاب جاني بهذا الشكل اكثر من شخص يعني معظمهم اعطيتهم خطوات عملية اصنع كذا 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 وبفضل الله يعني انحلت مشكلته يعني هذه انا اتحدث الان عن معلم جديد الان يدخل على طلاب في الصف ماذا يصنع انا عملتها مع كذا شاب ومع كذا فتاة بعضهم في الجامعة يقدم عروض وشروح يعني يكلف الدكتور ان يسويها وبعضهم لا يروح مدرسة يقدم فمن الاجل الفائدة كنت اقول خذ الخطوات التالية حتى اني اذكر احدى البنات يعني سألتني في الجوال تقول كيف اصنع فسألتها عدة اسئلة يعني على اساس انه انت تحل مشكلة لازم تعرف معلوماتك فلما سألت كذا سؤال خاص قفلت الجوال وراحت يعني ربما اساءت الضن او شيء فانا قلت للاخ هذا او الشاب قلت الخطوة الاولى انك انت جهز نفسك هيئ نفسك بما تصنع ولا تكثر الخطوة الثانية لا تكون انت الملقي وانت المتحدث امام الناس يعني في البداية جهز ادواتك والادوات هذه اللي بتكلم عنها ما هي الخطوة الثانية لا تكون انت المتحدث وانت الملقي وانت المتكلم 24 ساعة طوال الوقت يعني طوال الحصة اول ما تدخل اذا هيئ نفسك انك انت تصنع شيء في البداية وهو انك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سعيد ان اختاروا لي هذا الفصل الطيب واثنوا عليكم كثير يعني سطر او سطرين احفظها تماما كحفظك لاسمك فالناس تحكم عليك من اول ثانية من اول خمسة ثوانية عشر ثوانية فهذه احرص عليها هذا خطوة اولى الخطوة الثانية انك انت تشغل الناس عنك بدل ما كلهم كاميرات مراقبة كل واحد عنده عينين كلها مسلطة عليك اشغلهم عنك اشغلهم بشيء اخر مثلا توزع عليهم اوراق توزع عليهم شيء يعملونه نشاط معين تطرع عليهم اسئلة تخليهم يشاركون يتكلمون يتحدثون بحيث انه ما يكون كل شيء موجه لك فهذه من الاشياء اللي ممكن يعني تعمل انه انت يعمل وسائل اضاحة بحيث انه يكون عيونهم على هذه الوسيلة سواء ورقة مكتوبة او عرض بوربوينت وشرايح زي اللي انتم تشوفونها فبدل ما يكون عيونهم مسلطة عليك لان العيون قاتلة العيون تتحدث العيون تأثر فانت يجعلها مسلطة على الشاشة اللي امامك او العمل اللي بين يديك او الاشياء اللي بين ايديهم اصرف نظرهم عنك اذا انت تنظر اليهم فلا تنظر الى عيونهم اذا نظرت الى عيونهم تعتيك رسائل من عيونهم تفجعك تخيفك انظر الى جباههم انظر بين عيونهم انظر الى صدورهم انظر فوق رؤوسهم يعني هذه بعض التقنيات اللي انا اعطيها هذا وغيره يعني اللي في القاوة التعبير ومواجهة الجمهور عموما ما هو الحل ما هو الحل يعني من هذه المشاكل اللي احنا ذكرناها الان انعدام الثقة بالنفس هي سلسلة مترابطة ما هو علاجها سننظر علاجها بعد ما ننظر الى المشكلة نفسها المشكلة تبدأ من البداية تكون في طيب انا مدري اذا كان هي الاشياء واضحة لديكم عشان بس ناخذ الخطوة الاولى وهي التشكيك في قدراتك انك انت تشكيك في قدراتك انت تقول انا مقدر تقول والله ما ينديني انا ما اعرف انا والله اخاف مجرد انك انت تشكيك في قدراتك هذه اول المثبتات اذا انت تقول ما استطيع انا ما اقدر انا ما اعرف انا ما ينديني انا اخاف هذه العبارات المثبتة قاتلة لو احد قال لك انت اهبل انت ما تقدر انت ما تعرف انت احمق تزعل طيب ليش تقولها انت لنفسك انت اولى الناس انك انت تجامل نفسك فاول خطوة تثبتك تقلل من ثقتك بنفسك انك انت اذا تشكيك في قدراتك قدراتك انك انت ما تعرف ما تقدر ما يمديك ما تستطيع ما عليك اعتماد هذه اول خطوة الخطوة الثانية اذا تظن ان الناس نفس الشيء يفكرون هذا الشيء انهم هما يقولون انت ما تقدر يعني انت تشكيك في قدراتك وتظن انهم هما على يقين انك انت ما عندك قدراتك هذه ايضا تثبتك اكثر فتنقلك الى خطوة اكبر وهي القلق والخوف يصيبك القلق ويصيبك الخوف اذا انت ما تثق في نفسك وتظن الناس ما يثقون فيك عندها خلاص يصيبك الرهبة الاجتماعية الرهاب الاجتماعي الخوف ما عد تستطيع تقدم على شيء طيب اللي يعقب هذا انك انت تشعر بالخجل تخاف من النقد تخاف من نظرة الناس من كلام الناس وتبحث عن العزلة علاجك في العزلة تعتزل الناس وطبعا اي انسان يعتزل الناس ما يسمع نقد اي انسان ما يمشي ما يطيح ما يتعثر النائم لا يتعثر والناس لا ينقدون الا اللي يتعثر فمعناته انه ما ينقدون الا اللي يمشي فاللي يمشي ما احد ينتقده اذا انت ما احد ينتقدك اذا انت ما تصنع شيء انت جالس انت نائم فتبدأ هذه السلسلة أنك أنت تشك في نفسك تقول أنا ما عندي قدرة ما أستطيع أنك تعرف أو تتيقن أن الناس كلهم يعرفون هذا الشيء متأكدين منه عنده يصيبك القلق ويزيد خوفك فما تعمل شيء يصلبك إلى مرحلة أنك أنت تعتزل الناس وما تستطيع أن تتولى أي حمل هذه السلسلة إذا بدأت بالخطوة الأولى واكتملت تصير عند الإنسان شيء قاتل ومثبت طيب كيف نبني الثقة في نفوسنا كيف نبني الثقة في نفوسنا إذا كان نحن نريد أن نبني الثقة في نفوسنا أيضا أربعة خطوات الخطوة الأولى إنك توجد ثقة في نفسك تثق في نفسك ولو حاجة تافية جدا ولو قليلة تقدر تقول والله أنا استطيع ممكن والله ممكن فلان مو أحسن مني وفلان مو أحسن مني وفلان ما كان يعرف ساري يعرف أنا ممكن نعم ممكن أحاول أجرب طيب إذا وثقت في نفسك ولو بنسبة بسيطة جدا تبحث عن مشروع تصنعه تسوي لك شغلة تعمل لك شيء تعمل لك أي شيء يتحدث عنك حقق نجاح أي نجاح سوي مثلا طبق في البيت سوي وجبة خيطي فستان اعمل برنامج اعمل حاجة سوي لك موقع في النت اشتري هدية قدمها لأحد تصدق اعمل لك برنامج تطوعي أي عمل تستطيع أنك أنت تعمله بمقدورك إذا عرفت قدراتك حقق نجاح هذا النجاح يتحدث عنك اجعل هذا النجاح يتحدث عنك نجاح يتحدث عنك من سوى هذا قاله والله سوى فلان طيب بعد كذا اثني على نفسك اشكر نفسك وروح عند المرأة يقول شكرا ما شاء الله عليك روح اشتري لك حلاوة وكلها شكرا يعني لو انت اشتري لك حبة حلاوة وكلها اشتري لك طبق وقدمه لأهلك انه والله يعني أنا أنجزت تصدق على فقير هذا ثناء على النفس اسجد لله شكر كل هذه ثناء على النفس يعني اثني انت أول من يثني على نفسك انت تقول والله نبغى سوي شيء اقدر ايه واقدر ليش ما اقدر احاول هذه وجه ايجاد الثقة في النفس طيب ايش اسوي بقى اصنع هذا الشيء فاصنع لك حاجة على قدك حاجة بداية حاجة بسيطة ان لم تحس انك انت انجزت شيء هذا الشيء اللي انجزته انت افرح اثني على نفسك افرح انبسط اشكر الله لان شكرتم لأزيدنكم اه اقدم هدية لأخوانك لأصحابه لزمائك لأسرتك انك انت والله انجزت عبر عن شعورك عن فرحتك ازجد لله شكر ازجد لله شكر انك انت والله انجزت وهذا توفيق الله هذه ثلاث خطوات الخطوة الرابعة تعرض للثناء خلي غيرك يشكرك تعرض للثناء اعرض عملك هذا للغير عشان يشكرك طيب تعرض عملك على مين على من يحبك من هو اللي يحبك ابوك امك معلمك اخوك اختك الانسان الناجح المبدعين هؤلاء اللي يعرض للانسان عملوا عليهم لانهم كلهم هؤلاء يشكرون كل هؤلاء يشكرون المحب يشكر والواثق من نفسه يشكر والصديق المخلص يشكر والمعلم يشكر الاب والام يشكر ايضا الناجح يشكر الناجح يشكر المبدع يشكر طيب لو حصل وحصلت عائق حصلت واحد من الناس يقول بايخ عمل بايخ يقول فاشئ يقول مه تمام هذا الانسان مثبت هذا الانسان عائق طيب انا ماذا اصنع اعتبر هذا الانسان بدل ما ابكي يا زوزو بدل ما ابكي اعتبر هذا يثني علي اعتبر هذا الشخص يثني علي فهو اما انه فاشئ ما استطاع يعمل مثلي في جالس يطمن نفسه ويهون على نفسه او انه حقوت فهي شهادة منه باني انا نجحت او انه يغار مني فهي دليل على اني انا تميزت عليه الى اخره اذا انا استطيع اني اوظف العبارات والثناءات اللي في مصلحتي واللي ضدي اوظفها في مصلحتي فالثناء والشكر والتقدير مني لنفسي ومن الاخرين لي احمد الله عليه والنقد من الاخرين لي اعتبره ثناء واعتبر شهادة منهم اني انا تفوقت عليهم وانهم هم زعلانين فالانسان الواثق من نفسه يصنع هذا ولا يبالي بعبارة الاخرين ويواصل وكل ما سمع عمر مثبت كل ما ازداد يعني قدرة وكل ما ازداد طموح وكل ما ازداد تقدمة من هذا المنطلق من هذا المنطلق كانت المسابقة وكان يعني فكرة طرح المسابقة فتقدم يعني عدد من البنات كانت خاصة فقط في البنات وتقدم عدد من البنات باعمال طبعا بعضهم كان وقت اختبار ما استطاعوا يكملون وبعضهم كان يعني وقت سفر لهم ما كانوا يستطيعون يكملون وبعضهم يعني يعني ما توفروا الوقت وبعضهم ارسل اعمالوا ناقصة او يعني ما عندهم توفر النت باستمرار في مشاكل فنحن اخترنا اثناشر عمل رشحناها للتصويت اثناشر عمل والا الاثناشر عمل هذه نزلت في الاسك وجلست فترة للتصويت وصل بعض التصويتات فيها لا اذكر كم لكن كاني رأيت اعلى تصويت وصل اربعمية وقليل لبعضهم وفيه ثلاثمية وفيه يعني كده وبعضهم يعني ما كان يبالي بالتصويت نهاي ولا يسأل ولا يروح يسوي الدعاية وإعلام ولا يروح يشحد اصوات ولا ولا فكان يعني مكتفي بعمله يعني بعضهم كان حريص انه يذهب نادية تقول وصل اكثر من اربعمية مصوت لبعض الاعمال فكانت هذه هي الاعمال اللي امامكم ملامح نادرة كان لها عمل باوربوينت منال السعدوني كان لها عمل باوربوينت وحنان من الاردن كان لها عمل باوربوينت وفاطمة بن تحمد كان لها حوسبة في المقياس ونوسا كان لها صور وشوق عبدالله كان لها عمل باوربوينت وسارة كان لها صور تعليمية وإرشادية وتوضيحية فجر الهدى كان لها ملف صوتي ومشاعر الحربي كان لها مقطع فيديو وحنان الحربي كان مقطع فيديو ايضا اميرة لها كان صورة معبرة وفي الدوسري كان لها مقطع فيديو وفي هذه عملت العمل مرتين يعني عملته في البداية فكان عليها بعض الملاحظات فقلنا يعني ما ينبغي ان نظهر هذا علما انه في مجتمع البنات لا اشكال فيه يعني عملها كان رائع جدا لو ما بيطلع عليه للبنات ما كان فيه اشكال لكن كون انه بيطلع عليه رجال ونساء فقلنا لا موه مناسب لانه يعني فكان عملها جيد فاعادته مرة اخرى وصورته بطريقة مرة ثانية يعني طرحنا طيب هذه هي الاعمال التي عملت طبعا عملنا تقييم لهذه الاعمال كانت الاستاذة جميلة تقيم وكانت النادية واماني تقيم وانا اقيم وايضا التصويت فنعرض لكم ان شاء الله النتائج في نهاية اللقاء ونشوف يعني ما هي الدرجات وما هي الجوائز لاجل ازيد من ثقته في نفسي ما هي الخطوات اللي اعملها يعني انا واثق من نفسي اتفقنا بنسبة واحد في المية لكن ابغاءها تصير عشر في المية مية في المية كيف اصنع في خطوات ممكن الانسان يصنعها حتى يزيد الثقة من نفسه حتى يكون واثق من نفسه زيادة عن اول هناك عدة خطوات ينبغي انه يعملها هذه الخطوات حتى يكون واثق من نفسه لكي تزيد من الثقة الخطوة الاولى حدد المشكلة يعني حدد مشكلتك ايش هي مشكلتك اللي ما تخليك تثق من الناس ايه متثق من نفسك ما هي هل هي ان انت عندك عجز في شيء معين عندك جهل في شيء معين عندك ضعف في شيء معين ما انت عارف قدراتك ما انت عارف موابع ايش المشكلة لكن اياك ثم اياك انك تحمل الخطأ على الاخرين تقول هما السبب هما السبب فلو كان هذا مبرر كان النبي عليه الصلاة بطل دعوة وقال الشيطان هو السبب والمشركين هما السبب وجغلت في بيتهم وبطل دعوة وما صلوا حال الامة لكن لا احمل اخطاع الاخطاع على الاخرين فالانسان اللي يحمل اخطاع على الاخرين ويضع اللوم على الاخرين يقول السبب للاخرين والمشكلة في الاخرين ومصيبة من الاخرين هذا معناته اني انا ما أسوي شيء لأن السبب في الآخرين خالص أنا أنام إذن ما أصنع شيء هذا غير صحيح الصحيح أني أنا أحدد المشكلة وأشوف فين مشكلة فيها أنا وليس في الآخرين الخطوة الثانية أني أبدأ بالبحث عن حل بل حلول المبدع يشوف أكثر من حل يعني أني أنا عرفت المشكلة ما هي أبدأ أشوف حلول هل من المناسب أني أتغلب على ضعف ثقتي أني أمشي مع الناس الطيبين الناس الواثقين الناس المشجعين أبتعد عن الناس المثبطين أبحث عن من يتبناني يكتشف مواهبي أشكو إلى فلان إلى فلان إلى كذا إلى آخر أسلك طريقا ناجحين يعني كل هذه خطوات ممكن للإنسان أنه يصنحها طيب عليك بالاستشارة البعض يقول لا أنا توكل على الله ما أستشير الله يشير علي والله واستخير الله عزيزي نعم استخير الله توكل على الله اعمل كل شيء ولكن عليك أنك تستشير شارك الناس في عقولهم شارك الناس في عقولهم استشر حتى الأطفال ربما الطفل يشير عليك بأشياء ما تحسنها أحيانا ننزل السوق فاللي قلت خبرتي في الأسواق وأخذ معاي حسام عبد العزيز فأقول لي شنأخذ هذه قال له هذه أغلى من هذه هذه عندنا في البقالة أرخص من هنا فيعني شارك الناس في عقولهم حتى لو كان يعني أقل منك مستوى في نظرك أنت فهو أعلى منك مستوى في هذا الجانب فشارك الناس في عقولهم وما خاب من استشار والذي يستشير هو يجمع مجموعة عقول إلى عقله ثم أيضا أنت بعد الاستشارة منت ملزم بتنفيذ هذه الاستشارة الأمر إليك أنت قرر أنت تستشير وتسمع لكن أنت الذي تقرر أيضا من الأشياء اللي ينبغي أنك تصلحها حتى تزيد من ثقتك في نفسك أنك لا تقارن نفسك بغيرك لا تقل والله أنا فلان أحسن مني فلان أعرف مني فلان يعرف هذه أنا ما أعرف هذه لا تقارن نفسك بغيرك أنت شيء والآخرين شيء هم يعرفون أشياء أنت تعرف أشياء أخرى هم يستطيعون أشياء أنت ما تستطيعها لكن تستطيع أشياء أخرى فلا تقارن نفسك بالآخرين أيضا أوقف التفكير بتصرفات الآخرين لا تقعد تفكر في ليش قالوا ليش صنعوا ليش ما حبوني ليش ما شجعوني ليش ما قالوا ليش ما فعلوا لا تشغل تفكيرك بتصرفات الآخرين حولك وإنما أشغل تفكيرك بدل ما تقعد أنت تقعد توقفهم تقل توقفهم مهما فكرت فيهم لن يتوقفون يعني إذا جلست تقول ليش يسوون ليش يفعلون ليش كذا هذا التفكير ما يوقف أفكارهم ما يوقف أشياءهم حولك إنما يزيدها أكثر وأكثر ربما هو يقولها مرة لك أحمق مرة وحدة يقول أنت غبي أنت ما تعرف أنت فاشل كلمة وحدة قالها مرة وحدة أنت لما تقول ليش قال غبي أنت زي قلتها طيب أنا غبي ليش أنت قلتها مرة ثالثة طيب يعني هو يشوفني غبي ليش يعني ليش وأنا مني غبي أنت قلتها رادعة خامس سادسة هو قالها مرة أنت قلتها مرارا فالأفضل أنك تتجاهلها شخص يرسل لك رسالة جوال يمزح معاك او النجات او يكرهك رسالة يسبك فيها كم مرة يرسلها اي واحد منكم جتوا رسالة جوال تزعج و تزعله هذا الرسالة جتك كم مرة يعني نفس الرسالة الواحدة كم مرة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة نعم تجيك مرة واحدة طيب انت كم مرة تقراها واحد قال لك انت احمق زعلان منك الغرض معين قال انت احمق انت كم مرة تقراها تقراها مرتين ثلاث عشر مرات ثلاثين مرة انت قلتها لنفسك مرارا طيب ليش تزعل منه هو قالها مرة يمكن يمزح فانت قلتها لنفسك مرارا انت اسأتي لنفسك اكثر من اساء وبعد فترة زي تفتحها للذكرية تشوف تستعرض الناس المثبتين انت الان جائز تقتل نفسك انت تثبت نفسك الافضل انك تمسحها تتجاهها اذا مسحتها انتهت ايضا تطبع انك انت يكون من طبعك انك انت تبتسم فالابتسامة كما يقال هي افضل انواع التواصل لا تحتاج إلى ترجمة افضل انواع التواصل لا تحتاج إلى ترجمة وكما يقال على الابتسامة الابتسامة اسرع الديون ايش الابتسامة اسرع الديون ايش ها الابتسامة اسرع الديون كلمة واحدة التي تقضى ردا اصلاحا قضاء طيب سدادا جيد كلها عبارات جيد اسرع الديون انقضاء اسرع الديون قضاء يعني الدين تعطيه واحد ريال ممكن يرجعه بكرة ممكن ما يرجعه لبعض شهر تعطيه ألف ممكن يرجعه ممكن ما يرجعه تعطيه قلم تعطيه شيء تصنع فيه معروف ممكن ما يعيده لكن ابتسامها لاي احد تبتسم مسلم كافر عربي اعجمي تبتسم له يردها لك حالة فهي من أسرع الديون انقضاء من أسرع الديون اللي تعطيك الاعتقاد انك انت لست ضعيف الشخصية ينبغي انك انت تعتقد انك انت منت ضعيف الشخصية فقط تحتاج انك انت تكتشف قدراتك وتستفيد من طاقتك وفعلا سوف تستفيد لا تعتقد انك انت ما تقدر لا اعتقد انك انت تقدر تستطيع بس منت عارف من فين تبدأ إذن أبحث كيف أبدأ يعني لا أفكر أني أنا ما أعرف لا أقول أعرف بس كيف أعرف من فين أعرف ماذا أعرف أخالط مين عشان أعرف فالخطوة الأولى الثاعة السادسة هي أنك أنت تعتقد أنك أنت قادر أنك أنت لست ضعيف الشخصية أنك أنت قوي شخصية أن لديك ميزة الخطوة السادعة أضع لك برنامج يومي أدر فيه وقتك أدر حياتك قوة الشخصية هي في نجاح الإنسان قوة الشخص هي في قدرته على إدارة الوقت وإدارة الحياة فإعمل لك يعني إدارة الوقت ليس معناتها أني أنا أدير على 24 ساعة وإنما لو فقط ساعة واحدة يعني ساعة الدوام هذه للدوام ساعة النوم للنوم الأكل والشرب والأكل للأهل السواليف للسواليف التمشية للتمشية طيب هات لي ساعة وحدة في اليوم هات ساعتين ساعة مثلا بعد الفجر ساعة قبل الفجر ساعة قبل النوم ساعة في العصرية هات ساعة أو ساعتين فقط هذه الساعة أو الساعتين قفل عليها ما أحد يأخذها منك أبدا وإعمل لها برنامج فقط ساعة أو ساعتين في اليوم لو استطعت أنك أنت تتحكم فيها وتعمل لها برنامج تستطيع أن تكون شيئا لو مثلا قلت في هذه الساعة أتعلم شيء يعني مثلا يوم السبت والأحد والخميس أتعلم معلومة يوم كذا وكذا وكذا أقرأ في كتاب إلى آخرين تخيل بعد السبوع بعد شهر بعد سنة بعد خمس سنوات ماذا تصبح بينما لو أنت لم تصنع شيء لن تكون شيء إذن أدل وقتك أدل حياتك إدارة الوقت هي إدارة الحياة إدارة الحياة هي قوة الشخصية وهي النجاح اختر أصدقائك كما يقال أن النجاح معدي فأنت دور من يعديك بالنجاح لا تدور المثبتين لا تدور اللي يسخر منك لا تدور اللي يبحث عن عثراتك لا تدور اللي يعلق عليك لا تدور اللي ينتقدك لا تدور اللي يقول ينبزك لا تدور اللي ما يجيب سوءتك وعورتك وعلقابك الصيئة لا تدور اللي يثبتك ابحث عن الناجحين خالط الناجحين تنجح النجاح كما يقال أنه معدي وكما يقال أن النجاح له آباء عدة كل واحد يتبنى كل واحد يقول هذا النجاح تبعي حقي أي واحد يحقق النجاح كل واحد يقول لي وإذا صار فشل فهو يتيم كل واحد يتبرأ منه يقول هذا مهلي بر الوالدين مما يزيد الثقة مما يزيد الثقة دعاءهم لك حبهم لك الرضا النفسي اللي موجود عندك يساعدك أحيانا والدتك أبوك يحتاج منك كلمة يحتاج منك بر يحتاج منك سمع وطاعة يحتاج منك أن تقول له يحكي لنا قصصك إلى آخره هذه الأشياء اللي أنت تصنحها مع والديك تدخل السرور عليك أردت أنك تسافر أردت أنك تعمل شيء أردت أنك تعمل كل ما تتعامل مع الوالدين بصدر رحب وإنت تحس أنك أنت مرتاح نفسيا هذا ينعكس على نجاحك تسلح بالعلم والإيمان فيه علم ما ينبغي أنك أنت تقل عنه وفيه إيمان وتقوى وخوف من الله ومراقبة الله ما ينبغي أنك تقل عنها فكل ما قل علمك وكل ما قل إيمانك زاد فشلك حتى لو خيل إليك أنك ناجح وأنك واثق في نفسك فأنت حقيقة فاشل لكي تزيد من ثقتك بنفسك اتبع هذه الخطوات لكي تزيد من ثقتك بنفسك اتبع هذه الخطوات اعملها وحدة وحدة كل يوم حاول تنجح في وحدة كل فترة تنجح في وحدة طيب الآن نأتي إلى إعلان أسماء الفائزات بالجوائز طبعا كما ذكرنا أنه كان عندنا عدد من المتسابقات وكانت تصل المتسابقات إلى الأستاذة جميلة على موقعها والأستاذة نادية وأستاذة أماني أظن وكانت تأتي في البريد عندهم فجمعوا هذا العدد وكان هذا العدد اللي أكتمل عمله واللي وصلت أعماله في موعدها وبعضهم كان يعاتب وكان يتذمر وكان يزعل وكان يقول ما عرفنا وقت اختبارات لكن نقول هذا اللي إحنا عملنا الآن مسابقة هي ليست كل شيء بل هي إرهاصة لمشروع جبار قادم إن شاء الله وهو مشروع استثمار العقول هذه مسابقة فقط كانت يعني يعني خطوة فقط أمام المشروع أما المشروع لسه إلى الآن ما بدأنا فيه والمشروع بيكون فيه طاقة من العمل إدارة يدير هذا المشروع المشروع اللي ذكرت لكم في البداية وهو أن كل فتاة في بيتها وهي جالسة في بيتها لديها مقدرة معينة تصنع شيء والأستاذة جميلة لها تجربة في هذا فهذه البنت عندها قدرة على عمل بوربوينت البوربوينت اللي هو مصنوع أمامكم الآن من عمل أختكم نادية المدربة نادية فواحدة تستطيع أنها تصنع بوربوينت تصنع تسوي تسوي شرائح أعطيها أنت المادة هي تصنع الشرائح واحد آخر عنده قدرة في اختيار الألوان واحد ثالث عنده قدرة في التعامل مع الفوتوشوب واحد مع الفرونت بيش واحد مع مواقع التواصل اجتماعي واحد عنده قدرة في التسويق واحد ثالث واحد رابع واحد خامس يعني كل واحد له شيء هؤلاء جميعا إذا اجتمعوا وكونوا فريق عمل بما يسمى خط إنتاج أستطاع أنهم ينتجوا يعني أستاذة جميلة تقول أنا أحد الطالبات وجدت من نفس الطالبة جدت عندي في الأسكو كتبت هذا الكلام في طرح لها قالت أنا اللي تكلمت عني أستاذة جميلة وأنا أصبح يعني عملي أنه يتراوح ما بين ثلاث ألاف إلى أربع ألاف شهرية وتقول لا أستطيع أن أغطي على الطلبات ذكرت الأستاذ جميلة وهم تقول أن في طالبة من طالباتها اللي تعرفها في أبها أظن في منطقة الجنون تقريبا أنه يجيها طلبات من جدة على الطبق الذي تعمله حلويات وأشياء من هذا النوع فيعني شيء جيد فيما شيئا إلا أنه يتكون عندنا فريق عمل من الحاضرين يعني الحاضرين أتوقع أنهم بيكونوا مثلهم ضمن الإدارة يعني ضمن الإدارة ضمن خط الإنتاج وبيتكون عندنا فريق عمل هؤلاء فريق العمل بيستطاعتهم أن يصروا عن شيء ليس على مستوى منطقة وإنما على مستوى العالم العربي يعني أنت تصنع من خلال النت بلا حدود تشتغل بلا حدود فكانت هذه هي الفكرة وكانت هذه المسابقة وهذا هو يعني الإعلان الآن عن أسماء الفائزين فكان أول المتسابقات هي منال السعدوني وهي عملت عرض بوربوينت جيد كان عن حجابك وخيتي فكرتها رائعة ومتازة وكانت هي ومجموعة من خواتها طبعا كانت النتائج كلها تقريبا محصورة بين فوق السبعين خمس وسبعين درجة إلى المية درجة تقريبا فمنال السعدوني حصلت على يعني جائزة بقدرها خمسين ريال وأختها اللي هي حنان من الأردن أيضا عملت عرض بوربوينت كان بعنوان خطاب للعقول وحصلت على جائزة قدرها خمسين ريال وأيضا أختها شوق عبدالله عملت عمل بوربوينت كان بعنوان العمل الناجح وأعمالهم كلها شيقة وجيدة وممتازة خاصة أنه كان الوقت ضيق يعني فأيضا هي حصلت على جائزة بقدرها خمسين ريال والدرجات بينهم متفاوئة قليلة جدا يعني الفوارق قليلة جدا سارة عملت صور تعليمية مجموعة صور من عملها اليدوي رسوم وأشياء يعني يستفاد منها في التعليم فكأن تحاصل على خمسين ريال كذلك نوسا أيضا صور تعليمية شبيهة بها وحصلت على خمسين ريال وأيضا أختهم حنان الحربي عملت عرض رائع جدا عن القرآن الكريم وكان فيديو وحصلت على خمسين ريال كل هؤلاء يعني هما حصلوا على خمسين ريال لأنهم تقريبا يعني كان في مستوى واحد أختكم فييد دوسري حصلت على مية ريال وبرنامجها كانوا بالوالدين إحسانا وهو فيديو وكلها موجودة في الموقع يعني بسطعتكم من الطلاع حليها كذلك أختكم ملامح نادرة عملت عرض بوربوينت جيد عن الجنة وحصلت على مية ريال مكرر وهذه لم تكن يعني في النموذج لكن احنا أضفناها بالإضافة إلى أنه يعني أميرة عملت صورة معبرة صورة جيدة معبرة فحصلت على ميتين ريال وأختكم شاعل حربي يعني عملت عرض بوربو عمار فيديو ممتاز جدا وكان عنا العباءة والنقاب وحصلت على ثلاثمائة ريال وأختكم أيضا الفجر الهدى عملت مقطع صوتي مكة القلب وكان فيه مقطع أيضا كتابي معه وحصلت على أربعمائة ريال وأخيرا المتسابقة اللي هي فازت بالدرجة الأولى بالجائزة الأولى فازة بالجائزة الأولى وهي أختكم فاطمة بن تحمد بن هادي آل أحمد وهي عملت عمل رائع جدا وهو سيهدى إليكم اليوم إن شاء الله فاطمة بن تحمد بن هادي آل أحمد ما شاء الله تبارك الله يعني كان عملها مختلف تماما عن جميع الأعمال السابقة الأعمال السابقة كانت فيديو كانت باور بوينت كانت صور يعني شديها مقطع صوتي يعني كلها أعمال لكن فاطمة عملت حوسبة حوسبة اللي مقياس هيرمن هي أظنها حضرت عندي أو حصلت على مقياس هيرمن اللي عملته أستاذ سوزان لكنه العمل اللي نزل كان عملته سوزان إحنا نزلناه بدون أنه يظهر النتيجة تلقائي كان إحنا أن يظهر النتيجة يعني المتسابع اللي يحضرون الدورة يأخذون البرنامج الإكسل وهم يقومون بتعبية البرنامج ثم يعاد والأخوة والأخوات هنا كانوا هم يعني يوجدون المعادلة ثم يعيدون لهم النقطة ففاطمة اجتهدت وأخذت هذا المقياس وبدأت تعمل عليه حتى طلعت المعادلة وأخرجت يعني عمل رائع جدا فكان عملها حاصل على الجائزة الأولى فبهذا هي تنال يعني جائزة 500 ريال بالإضافة إلى شهادة توقعت اليوم من دكتور سعيد بن مسفر توقعت في هذا اليوم من دكتور سعيد بن مسفر الشيخ سعيد بن مسفر وأيضا جائزة عن إجادتها في مقياس هيرمن من عندي أنا شهادة معتمدة من البرد العربي هذه الشهادة طبعا الشهادة التي طلعتها ظنها نادية طبعا بدون توقيع هي توقعت الآن وهي موجودة الشهادة عندي موقعة مني أنا وموقعة من الشيخ سعيد بن مسفر وقع هذا المساء فنبارك جميع الأخوات وكذلك نبارك لأختكم نادية لأختكم فاطمة طيب بأخرية شوية نادية ممكن تكون في الأخير في ختام هذا كان هذا العمل كما أخبرتكم هو حوسب مقياس بوصل التفكير واليوم إن شاء الله بتحصلون عليه جميعا هو أول عمل الآخر اللي عملته أمجاد في البداية عملته أمجاد أيضا فكان هذا هو العمل الجيد وهي الآن نقدم لكم هذه الجائزة لعل نادية تضع الرابط تضع حلول سوفت يعني أنا بحط لكم الرابط هنا ممكن نشوف الشريحة اللي بعدها طبعا بتجدون صفحة بهذا الشكل يعني بعد ما تضعون الرابط وأنا أضع لكم الرابط إن استطعت في هذا المكان طيب شوفوا الرابط في هذا هنا موجود الآن الرابط هنا لو أحد ضغط عليه في هذا المكان سيذهب إلى طبعا إذا دخلتم في هذه الصفحة فستجدون المقياس في هذا المكان نحن نحن طبعا ما طلعنا في البداية ثلاث تقييم وثلاث ترشيح ما كان ظاهر كان فقط بي دي اف لكن الآن نزل البرنامج نفسه نزل موجود وهو من عمل أختكم فاطمة وكان فيه إبداع يعني جالست فيه تقريبا سبوعين أو ثلاثة ويهي تعمل فيه وكان ترسلي باستمرار حتى أنه يعني تعديل وكان طموحا كبير وكانت تضيف عليه كلمات وعبارات وكذا فكان جيد أما بالنسبة العمل الآخر فهو كيف سأربيك يا بندر وهو من إخراج الطالبة أمجاد يعني أخذت المقال هو في الأصل المقال موجود عندي هنا هذا هو المقال موجود عندي هنا لكن بطريقة عادية جدا أمجاد أخذته فصنعت منه يعني شكل آخر فأخرجته إخراج جيد وقدمته لأستاذتها جميلة وكانت هي سبب يعني أمجاد هذه هي سبب في دخول أستاذة جميلة في هذا البرنامج وطرحها لنا هذه الفكرة وهي سبب أنه حصلت هذه الدورة وهي سبب أنه حصلت هذه المسابقة وهي سبب أنه يعني حصل مشروع هذا اللي هو العقول للاستثمار يعني أمجاد ما شاء الله تبارك الله بهذا العمل البسيط كانت هي السبب في جمع الأستاذة جميلة مع الأستاذة نادية مع الأستاذة أماني هادي وأيضا يعني طرح هذه الفكرة فكانت هي نواة يعني قد أمجاد ما كانت تعلم أنه يعني ممكن يكون هذا نتيجة عملها فكان هذا البرنامج والآن عندكم أنتم الموقع تدخلون عليه من هذا المكان يعني ممكن الدخول يكون عليه من هذا المكان من هنا دخول عليه و ممكن سحب مقياس هيرمن و اختباره واللي يسويه يطبع لنا الورقة بي دي اف لأنه أصبح فيه كذا ورقة جيدة فيطبعوا ويرسلوا لل على البريد اللي بتضعون هذه الآن حتى يعني نعرف مدى تفاعلكم ولا يمنع أنه الواحد يعني ينشره طبعا هذه هدية خاصة لكم هي موجودة اليوم قد تستمر وقد تزال يعني نسأل الله العلي العظيم في نهاية هذه اللقاء أن يزكي نفوسنا فهو خير من زكاها وأن ينهمنا رجدنا وأن يقين شر نفوسنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى فهو على كل شيء قدير أشكركم شكرا جزيلا عن الحضور وعلى المشاركة وعلى التفاعل وأشكر جميع المتسابقات سواء اللي قدمت عملها أو اللي ما قدمت عملها لضيق الوقت أو الاختبار يعني كان وافق هو اختبار يعني ما كان في الحسبان لكنه يعني حتى كثير من البنات يتسالوا قالوا طيب إيش ذنبنا ما علمنا ما عرفنا ما درينا كنا كذا لكنه طبعا لم يكن المسابقة هذه هي الغاية أو هذا القصد وإنما كانت هي خطوة أولى نحو المشروع الذي نحن نريده فمن كان يعني يريد خيرا لنفسه قبل أن يريد خيرا لأمته خيرا لنفسه فليدخل في هذا المشروع التواصل مع المدربة نادية التواصل مع الأستاذة جميلة التواصل مع الأستاذة أماني من خلال بأي طريقة يبدأ يعرض الشيء الذي هو يستطيعه يعني هو الذي يستطيع أن يصنعه أو أنه يحب أن يصنعه يحب أن يصنعه يعرضه وأخوانه أخواته قادرين أنهم يعني يكتشفون فقد يكون هذا موجه البرنامج الآن موجه إلى الفتيات خاصة ولعله إن شاء الله مستقبلا يوجه إلى الشباب لكنه قد يكون البنات يعني عندهم أقل فرص للعطاء والبذل والعمل والمشاركة فأوجي هذا العمل خاص بهم إن شاء الله فنسأل الله لكم التوفيق والسداد وبارك الله فيكم وحفظكم الله إذا في أحد يريد أن يعقب بكلمة أو يتحدث أو هذا فأنا أترك المجال للجميع يعني الآن نرفع الميكروفون عنكم ف نرفع عنكم الميكروفون من أراد الحديث أو التعليق سواء أستاذة جميلة وأستاذة نادية وأستاذ فيصل موجود عندنا أيضا موجود وأبو عبد الله يعني الأخ طيب ممكن أتفضل الميكروفون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعامل ويعيش أيام أرّع خسل تجهة укسك لتعامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ويعيش الاحيام أرحب لتجهة و�동اتنا قنقر لا تعامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فاز الذي حاس فاز من حياة الجاس من حياة الجاس من حياة الجاس فاز فاز الذي حاس فاز يقفر وقد جلس فاز معيش ليلة فرح بالنجاس فاز 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 فرح بالنجاس ويعيش ليلة فرح بالنجاس فاز فاز من حياة الجاس فاز من حياة الجاس فاز 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 فرح بالنجا فاز شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة